الفرحة حلوة والفرحة مش في المكسب والفوز بس لا الفرحة فرحة حب المكان والانتماء للمكان وحب الكيان رغم ظروف ممكن الاجتماعية والظروف الحياتية لكن في النهاية بيجي النادي الأهلي لازم يرسم السعادة على وجوه الجميع إمبارح كان فيه رقم عامل مشترك في حكاكة الأوي رقم 100 نقدر نقول جمعة المئوية يعني الأهلي إمبارح كان بيحتفل أو جماهير الأهلي بتحتفل بالذكرى الميتة جمعة مرت على القضية كلكم فاكرين طبعا قضية نهاية إفريقيا قضية محمد مجد أفشا في 2020 إمبارح كانت الجمعة رقم 100 فدي كانت احتفالية بذكرى مميزة والحمد لله الاحتفالية كللت بالنجاع ودي للأهلي يعمل قضية جديدة في ديئة 90 ويحسم السوبر رقم 100 إمبارح كمان كان عنصر مشترك في جزئية مهمة جدا إمبارح كان الفوز رقم 100 للنادي الأهلي على نادي الزمالك في كل البطولات إحسب بقى ما بين دوري عام وكاس مصر والسوبر محلي ودوري أبطال إفريقيا وكل المنافسات والمباراة اللي لعبت فيها المنافس التقليدي على مدار التاريخ على فكرة هو المئة مش مثلا من 300 و400 مباراة لا أحب لتكلم مثلا 232 ماتش يعني أنا باقترب أصلا من حوالي 45-50% من عدد مباراة الفوز على نادي الزمالك في كل المباراة اللي أبتها مع المنافس التقليدي في كل البطولات فبالتالي رقم قياسي مهم جدا إمبارح الفوز رقم 100 في الزكرة 100 لجمعة الأضية وفي مباراة كمان في ديئة 90 قضية الجون جد بتماث من معلول يعني أنا يعجبني قوي في جمهور النادي الأهلي التفاصيل مش فكرة مكسب و2-0 والحمد لله كسبنا وخلاصه الموضوع انتهى لا 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 جمهور الأهلي بيعجبني في التفاصيل اللي بياخد باله منها الجون التالي مباراة جزاية رمي التماس من علي معلول استلمها محمد مجد أفشا سلمها لطاهر محمد طاهر طاهر رح ورقص إمام عشور وعمل كورة عرضية بلسم لكريم فؤاد قدر يحرس بها الهدف الثاني في توقيت قتل المباراة فبالتالي قضية قضية في لقاء السوبر خلصت بها المتش لكن القضية جات منين بدأت من تماس من علي معلول فبالتالي هي الحاجات التفاصيل اللي ما بين السسور دي ما ينفق